اللهم صلي على سيدنا محمد بسم الله ما شاء الله أهلا وسهلا بكم اليوم في قناة وصفات الأحلام وانتي تشوفوا معي كيف نحتفظه بالثومة يلا عدكم من الثومة طبعا تكون لدينا كثيرة خصوصا في الموسم لها تكون متواجدة وكثرة وممكن عرفوش كيف نستغلوها او كيف نحتفظ بها باش تبقى لنا مدة طويلة كتوصلنا تلسل شهور ما نحتاجوش فيها شي طريقة صعيبة او لشي حاجة كنت حضرت معاكم طريقة اولى باش نحط نطحنه التومة وكتبقى لنا صالحة لمدة 6 شهور ولكن تكون في تلاجة هذا المرة سنحضرها وكتبقى صالحة 6 شهور ولكن بدون تلاجة وكتكون صحية وما فيهاش مواد حفيظة وفي نفس الوقت قدروا نطيبوا بها اي حاجة كما بغت تكون اي حاجة كنت ديروا فيها التومة ممكن ديروا فيها انا عندي كمية هنا ديال التومة التومة لحسابكم سواء كثيرة سواء قليلة نفس الطريقة لم يكن العبارة في هذه الطريقة انا كنحضر الحبات ديال التومة يعني الفصوص ديال التومة من الرأس كنحضر هذا الرأس هذا لاني انا ستعمل غير حبات انا نكمل هذا الشي اللي عندي كناخدوا التومة ديالنا وكننقيوها هنا عندكم الحل بانجوش طرف يا اما كتغسلوها هي اللي ولا دابا ومن بعد كتنقيوها كتشدوها كتنقيوها والحل الثاني والحل الثاني انكم كتشدو تكت ساليو بحلكة وكتغسلوها ولكن خذكم تنشف السير انك تحتافضوا بالحاجة مدة طويلة من خصوص يبقى فيها الماء دائما الحاجة تصاوب وتنشف قد تضيعها في شميشة واحد اصعو الوصف او 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 7 ساعر او 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 كتشدو ساليو وكتشدوا بالخرج سوف نقشر كمية كاملة ثم نأخذ قرعة الزج نشد الثماء ونقشوها في القرعة مباشرة لا نحتاج لنقطعها طريفات يمكن أن تقطعها طريفات ولكن من الأحسن أن نحتاج لها أحسن من أن تقطعها طريفات أعطيناً هي قرعة słصصة ثم نقوم بنشارك يجب أن تقوم باستموة ونقوم باستموة البعض وطموة كما تنزيم أجراء يمكن أن يكون طريفة الفتون كلا سوف يحتاج لك كما تلقى بطريفات الزجام ولكن دائمًا بدارك لكما تلقى بطريفات الزجام ها هي دبابا سوف ننشد الملحة وسوف ننشد الملحة سوف ننشد الملحة وسوف ننشد الملحة من فوق و سوف ننشد الملحة اذا كنتم نكون الملحة لتوقع خلال ضوء هذا لن تسمى الطرق لا أتساعد فكرة لا أتساعد استخدام الاستخدام الملحة الزيتون كما نضع الزيتون اضع الزيتون نحاولو نغطي شوية التومو الصافي ها هي ها هي نحاولو نحركوها شوية باش تدخل هذه التومو كتنساجم مع زيت البلدية وهنا هي كنسدوها وفي الجوانيب ديالها نحاولو شوية بلاستيك باش نتأكدو إذا كنتم تأكدين منها نقرع ما كتنفي الشرم زيان ولكن الاحتياء تدخلوا شوية بلاستيكة من هنا ها هي و تحزموها من هنا مزيان باش ما تنفيش لكم القرعون و تبقى هذه التومو تبقى صالحة لمدة 6 شهر ولكن تكون ناشفة و في نفس الوقت كان إضافة اللي بغيتوا تضيفوا لها قد تضيفوا ورقة سيدنا موصل ازير ولادك شيم زيود الحار يكون يبسراك يجي معها الزوين تبقى هذه الإضافة اختيارية ولكن انا مضيفت لها تشهاجة لكي نستعملها في جميع الوصفات و فيديو سابق قد نحضرنا الحار طريقة التقيد في الفلال الحارة قدرتها في فيديو خاصة اتقرب في الاسفل الفيديو تبقى صالحة لمدة طويلة و بدون تلاجة و بدون تلاجة و تبقى صالحة لمدة طويلة و تقوم باستخدامه و تزددقه و سواء الزيت أو التومة يمكن انستغلوه جميع الانواع من الملحة مثلا بودرة التوم في العجاعي و يستعملوا ملقة لذلك هذا هو الفيديو اليوم لا تنسوا تشاركوا في قناة و تشاركونا في فيسبوك السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة